سريعا برضو الحاج محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد القرى المصلي حاج محمود مساء الخير سيف يا زمنون ازاي احضرتك ازاي كفران المحبور حضرك ايه بطريق وكفران محمود ازاي كابتن زكريا بيسلم على حضرتك يعني ما عدش فيه مصالع كابتن طريا بفي السؤال حتى يعني 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 قولك ما عدش فيه وصالح يعني ما عدش فيه وصالح معي يعني ده كلام ده يا حقيقي ده كلام انت حبيب يا حاج محمود كابتن زكريا على خلاف معاك حاجة محمود ولي بس انا عارف يا حاجة محمود انتو مزنوين اليومين دول يعيني ومضغوطين فمش عايزة اشكل عليك يعني بس مش اكتا هي ايه المصلحة اللي كبنكو احنا مش عارفنا دا حاجة محمود دي كانت قضية الحمد لله اضيط او بل قديد احمد حسن صاحب والله اه جاي في السكة خلطت نخدت القرار النهاردة انا بنا يبقى فيك يا حاجة والله دا الواحد النهاردة هيبقى يعني الواحدة هيبقى مستمتع ومبسوط النهار احمد حسن دا عقد واضح وصريح وانا محتاجة اتسأل حاجة دا عقد واتفاق فقرار خدته دخلته محضر مجلس دارة مبارح واعتمدته يعني فقرار واضح العقد واضح ما فيش انتزام بيه ففلوسه على طول بقى ونستنين بقى زي مالك هنحطر زي مالك بالمبلغ ويحط تظلمات وننحرك الموضوع يعني قد ما نقدر شاء الله ربنا يكرم حاجة محمود يعني حضراك امبارح قول التصريح والعميد ساروات قال تصريح كان معي الحاجة محمد عبوهاب دلوقتي كله هو عشرين شامس سألولي اسف والله العظيم والله يا اسف اللي حصل دا ملاجيح والله العظيم تلاتة مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل دا عين في الجنة عنف النهار يا جماعة عايزين ترجع وكون فيه اراضة تاني اكد لك لو لو امن لو اراضة يرجع كمان هلك حوان. انا عايز يقول لحضاك تتعيات الموضوع من اول ثانا احنا جلنا جواب من النادي الزي مالك ماضي عليه اللي هو عليها مالك بانه مشكورا رئيس الوزراء وافق على عشر تلاف متفرق لنادي الزي مالك. عشر تلاف مش الف. بايز؟ وارلاجة اصدار التعليمات للاستاذ باستمح ليه للعشر تلاف منهم يدخلت. كانت اتحاد مصر قلت رقضة كانت الجواب انا قلت ما نقول الناس كلها مشت وانا واقف انا وجمال بيها علامة قلنا له فين الجواب فين الموافقة بالعشر تلافة فبعتنا جواب انه هاتولنا الموافقة بالالف قبل ما تيجي الموافقة قالولنا لا احنا خلاص صارت بيقال انها التصالص التليفوني ووافقوا على الف بس قلت له عايزين جواب يقولوا ووافق بالالف المهم بعتنا جواب شديد يا جماعة ما تتناش من خلال الصبح الموضوع من العظوش بعت حضرتك لمين؟ للزمالك مش هنيس بعمل كلامنا جلنا جواب الساعة تلاتة الظهر ونص بان الامن العام والمنظر العام والرؤية العامة والامن ينأكد علينا احنا ما عادلاش اي تعديل وان جميع مباراة الاتين وتلاتين والستاشر قولا واحدا للاربع فرق بدون جمهور ونزلنا على الموقع فيها حسن من كده؟ تمام لما سألني حضرتك ناس على الكلام ده الساعة تمانية دخلت متاخل قلت الكلام ده تمانية ونص الساعة عشرة بيطلبوا الحج فوزي قالوا افتح الفاكس بعتنا لك فاكس الجديد الفاكس ايه؟ الامن العام اه الامن العام ايه الفاكس انه موافقهم على اه على طلب نادي الزمالك لان بالزمالك بس الاهلي مش موجود في الموضوع خارس لان الاهلي لم يطلب ده اجتهدات شخصية من نادي الزمالك مشغول انه عايز داخل اله انا شايف ان القرار بتاع الموافق الالف تحديدا وتحديد اسماء بدون معايير خطأ كبير جدا انك تغسل موضوع على اعضاء معينين دون الاخرين ده موضوع عامل احتقام شديد جدا ليه اتحاد الكورة يا حاكم احمود ما تدخلش ويف كالمتفرج يعني ليه اتحاد الكورة مكلمش الامن ليه العميد سروت مكلمش الناس الناس في الامن قال لهم النهاردة في لقاء اهلي وزمالك الجمهور لو اتحرك هنا الجمهور هنا هيتحرك اتحركات متأخرة كله متأخر كله عشوائي كله رد فعل كل رد فعل انت جالك جواب ثلاثة ونص قبل المطش باربعة عشرين ساعة ما تدخلش حد خلاص انت موضوع موضوع بعد كده ويتقفل حتى لو جالك جواب تاني انت بتشتغلش يعني انا انا لو بتكلم لان انا كالتحكرة كالتنفيذية انا ما اقول اولا الف ولا فيه خلاص انا عندي قاعدة ما تجيبيش عشر بالليل تقول لي دخل بكرة الف وتدعياته بعد كده في نفس الوقت في نفس المطش للنادي الاهل يعني بكلمك بقلب مفتوح انا بعرفش هلف ودور يعني احنا احنا منين اه اه تعليم صريح واضح للدورين ما تدخلوش حد للاربع فرق ومنين دلوقتي حضيرك بتسمع بالالف بعشوائية انا شايفه ولا حل مشكلة ولا 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 ودعكس تزود الاحتقان في الندي زي ما انت شايف كده المشكلة مش كده يا حجم حمود المشكلة ان فيه شباب دلوقتي يوقفة في الطريق الصحراوي ايوا 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 بناء على قرارات فيه جمهور مفيش جمهور حندخل مش هندخل يعني حتى النهاردة بنتعامل مع ملف زي ده بالحساسية دي وبالازمة دي وبنتعامل مع شباب بمرقصهم في قرارات اه فيه جمهور مفيش جمهور انا انا بعد الناس اللي وافقوا على الالف معايش يتحملوا المسؤولين لانه لانه حضرتك انت اللي عم تسمح والان ما ما تسمحش يعني انت النهاردة حط السيسلم ولا عملت راضي ده شوية وده يتكلمت راضي وده تقابلو تتديرو الف وتديرو الفين هي مش عزبة هي في معيار انت عايز ترجع جادة النهاردة يبدييني عبليها ما تبعتيش غير بتقول لي ممنوع في الدورين وعين تقول لي النهاردة تربط لي ده بمطش ناجيري ايه علاقة ناجيريا بالمطش ده ايه علاقة مطش ناجيريا ومتخب مصر بالعك ده ايه العك ده تعدك والله تعدك والله وعمر عمر جمهور ما يرجع كده عمر الدنيا ما ترجع كده طب لي يا حاج محمود دلوقتي ما يطلعش بيان واضح من اتحاد الكورة يحل المشكلة دي يطلع يعني الاهل دلوقتي ما تكلم دلوقتي يقول حضرتك يقول ان الاهل يا جماعة رجاء الجمهور يرجع مفيش 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 جمهور للاهل النهاردة زينزا مالك مسموح بكذا مهو النهاردة اكيد الشباب دي فهم ان في اعضاء جماعة وماية راحة فاكيد الوضع بالنسبة لهم مفتقر كلامك صاحب اليوم في المية لازم بقين يطلع من النادي الاهل ولازم يطلع الاهل من اتحاد الكورة دلوقتي يقول ان مفيش موقفش جمهور بس هو النهاردة المصيبة حصلت وجمهور الزا مالك رايح اذا كان رايح او مش رايح ده انا وده بوا خالي انت معانيش خاني اتكلم بقلب مفتوح طغيرا خالي الوقت ان الهاردة يقول اي رايح جمهور الزا مالك رايح باوتوبيسات ومكيفة وخمسين ووتوبيس واستعراض وانتخابات وجمهور الزاق وقالي ماخشش ليه هي غطأ اصلا موجود مش عارف مين سبب فيه ومين عمله ولازمته ايه بالبلة دي والمفتحة مين مش فاهم انا طب مفيش اتصال يا فنم مع السيد وزيري الشاب الرادة مونس خادعب عزيز مكلمش وزير الداخلية دلوقتي يبقى فيه مثلا حلول لانه واضح ان هو اكيد فيه خطأ من الاول فيبقى فيه مثلا حلول النهاردة مع الشباب دي انا بحكي لك يا تيب انا مشي نمبارة ده الخلفية كل التورات دي انا ما عنديش فكرة عنها إلا انها جاوبات احنا لما جاننا جاوبات بالتعميم وشديد اللهجة ان الدورية اتصالة قولنا الموضوع تقفل انك بتتكلم قبلها ببعض 20 ساعة وازم تغسر كمان التحاضر افريقي فاقتلنا وعملنا جاء الجاوب بتاع بالليد الساعة ونصب الليد بتاع الالف ده لتزا مالك فقط عمل البلد انا مش شايف في صراحة يعني جدوه له لكن هو محتاج بيان سريع وعلاج للموقف يعني للنادي الاهل والانتحاد منها لك التوفيق حج محمود ان شاء الله ومشكرا شكرا جزيلا حج محمود الشامي عضو مجلس دارة اتحاد الكرة المصري